اشتركوا في القناة اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أن تسمع العليم اللهم ارزقنا الإخلاص في العمل والقبول فيه عزائي طلاب ثاني متوسط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا الأسبوع الماضي عن التطير والطيرة وأنها من الشرك وأخذنا أن ضدها شيء يسمى الفأل والفأل هو موضوعنا لهذا اليوم وهو ضد التطير إذ أن التطير ضده الفأل كالأبيض ضده الأسود والليل ضده النهار فهما أمران متضادان سأبينهما في الآتي أولا معنى الفأل الفأل هو التفاؤل بالكلمة الحسنة أو الأمر الحسن أو الأمر بالكلمة الطيبة يسمعه الشخص فيتفائل مثلا أنا ذاهب إلى قاعة الاختبار فأسمع شخص يقول لي يا ناجح هنا أتفائل من هذه الكلمة فأفرح من هذه الكلمة أنا في أحد المستشفيات مريض فأسمع شخص بمحظ الصدفة يقول لي يا متعافي فهنا أفرح من هذه الكلمة أيضا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كما قال في صحيح البخاري كما جاءت قصته في صحيح البخاري في قصة صلح الحديبية لما جاءت صلح الحديبية فجاءوا فحاولوا يتفاوضون مرة ومرتان فلم ينجح منهم هذا الأمر فلما جاء سهيل بن عمر لأجل كتابة صلح قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقد سهل لكم من أمركم لأن سهيل يعني تيسير الأمور تيسير الأمور أو سلاسة الأمور أو كما تقولون أنتم تبسيط الأمور وجعل الأمور أسهل على من يريد فعل هذا الأمر فهذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم تفائل وأمرنا بالفعل فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الفعل وما هو الفعل قال الكلمة الطيبة أن الكلمة الطيبة يسمعها الشخص فتسره ويقوى رجائه بربه فيندفعه إلى فعله أنا ذاهب إلى قاعة الامتحان متردد لا أعلم هل سأنجح هل سآتي بالدرجة الكاملة أو كذا أو كذا أسمع شخص يقول لي يا ناجح فأفرح من هذا الأمر لكن لابد من تبيين نقطة مهمة لا تتعمد الفعل إذ أن أتعمد الفعل مكروه ولا يجوز أتعمد الفعل كأني أجعل شخص أنا ذاهب للامتحان فأقول له يا شخص أو يا فلان قل لي يا ناجح هنا تعمد هذا الأمر تعمد أن أقول له بأن يقول لي يا ناجح هنا هذا لا يجوز ولا يستحب نهائيا على المرء المسلم في فعل هذا الأمر لكن أن أسمع الفعل بمحذ الصدفة فهذا هو ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول ما تعمد أن ينادي سهيل رضي الله عنه إنما جاء سهيل بمحذ الصدفة فكانت صدفة أن جاء سهيل فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لقد سهل لكم من أمركم فهذا هو فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم حكم الفعل هو مستحب حكم الفعل هو مستحب قبل أن نعلم ما هو حكم الفعل نعرف تعريف الفعل فنعتمد على تعريف الفعل أكثر فهو قلنا الكلمة الطيبة يسمعها الإنسان أي الكلمة الحسنة يسمعها الإنسان فتسره ويقوى رجاءه بربه وعندما سئل النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن معنى الفعل قال هي الكلمة الطيبة وهذا هو معنى الفعل وعكسه كما تحدثنا سابقا عكسه الطيرة حكمه حكم الفعل هو مستحب حكم الفعل مستحب لكن تحدثنا سابقا أنه فعل الصدفة فعل إيش الصدفة ليس فعل العم ما تعمد بأنني آتي عند شخص فأقول له قل لي يا ناجح أو أقول لشخص قل لي يا متعافي أو أقول لشخص وأنا حزين قل لي يا فرحان أو هذه الأمور لكن لابد أن أعلم أنها بمحذ الصدفة الرسول صلى الله عليه وسلم في حكم الفعل قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفعل يعجبني الفعل هي أن أسمع كلمة حسنة فأفرح بهذه الكلمة الحسنة عندنا مسميات للفعل لكي أستطيع أن أفرق ما بين الفعل وما بين الطيرة الفعل وضده الطيرة عندك أعطاك مثال أول قال الطيرة هي تخل بعقيدة الإنسان وعقله أما الفعل هل يخل بعقيدة الإنسان وعقله؟ لا إنما تحسن عقيدة الشخص بالله عز وجل وتعزز إيمانه بالله عز وجل هنا الفعل ليس فيه تعلق القلب بغير الله هنا يكون متعلقا قلبه بغير الله كأنه يقول أنا لن أفعل هذا الأمر في شهر كذا لأن شهر مثلا كما كان يفعلون في الجاهلية كان يتشاؤمون بشهر صفر فتحدثت في الدرس الماضي لماذا سمي شهر صفر بهذا الاسم فيقول أنا لا أتزوج في شهر صفر فهنا أصبح متعلقا قلبه بغير الله عز وجل أيضا فيه سوء ظن بالله عز وجل هل هذا هو الطيرة أم الفعل؟ لا بل الطيرة الطيرة فيها سوء ظن بالله سبحانه وتعالى أما الفعل فيه حسن ظن بالله عز وجل الفعل أيضا إذا تفائلت أنا فيه اقتداء بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم أما إذا تطيرت هنا اقتديت بالمشركين والمكذبين الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر فلا بد أن نختار لنا القدوة الحسنة والأسوة الحسنة أيضا الفعل يشجع على الوجهة المكان الذي أريد الذهاب إليه ويشجع على الجد والنشاط والاجتهاد ولا يوجب فعلا أو تركا أنا ذاهب ذاهب ولكن سمعت هذه الكلمة فتفائلت فيها أنا صباحا ذاهب إلى قاعة الامتحان ذاهب لست متردد هل أذهبا لا أنا ذاهب فأسمع الكلمة وأنا ذاهب فأفرح وأتفائل أما الطير عكسها تماما أنا لا أذهب إلى هذا المكان حتى أقول لن أفعل هذا الأمر أنا ذاهب إلى قاعة الامتحان فأقول صباحا سأذهب إلى مكان الطير فأسجر الطير إذا طار الطير جهة اليمين سأذهب إلى الامتحان إذا طار الطير جهة اليسار سلن أذهب إلى الامتحان هذا هو الطير وهي ضد الفعل ضد الفعل تماما أما الطير أيضا من أمثلتها أنها توقع للشر أن الطير توقع الشخص في الشر أو في المعاصي وغيرها إنما هنا توقعه للخير وللحسن أيضا الفعل يجلب السعادة إلى النفس والقلب هنا ماذا تفعل؟ هل تجلب السعادة؟ إنما تجلب لك الهم والغم والنكد وسوى المعيشة أيضا الفعل يسبب الفرح والسرور أما عكسه الطيرة يسبب الخوف والجبن بعدها ننتقل مباشرة إلى حل التقويم مباشرة فقلنا ما معنى الفعل وما حكمه؟ تحدثنا في البداية أن الفعل هو الكلمة الطيبة وتحدثنا عن حكمه ما هو حكمه؟ هذا اختصارا الكلمة الطيبة يسمعها الإنسان فيفرح منها حكمه قلنا أنه مستحب عدد صورا من الفعل كثيرا من الصور التي تحدثت عنها قبل قليل منها أن أذهب إلى قاعة الامتحان فأسمع رجل يقول لي يا ناجح فأفرح أن أنا مريض فأسمع شخص يقول لي يا متعافي فأفرح أنا حزين فأسمع شخص يقول لي يا مسرور فأفرح وهذه أمثلة كثيرة ولكن أركز على هذه النقطة لكي لا نقع في الإثم وفي المعصية يجب أن يكون الفعل بمحذ الصدفة صدفة لا تعمدا أقارم بين الفعل والطيارة هنا المقارنة من وجه الإختلاف ليس من وجه الشبه إنما مختلفة بأشياء كثيرة جدا 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 ومنها النشاط الذي قبل قليل كان معنا والذي هو أقارم ما بين الفعل والطيارة كثيرا من المقارنة كثيرا من المقارنة التي تقارم بها ما بين الفعل والطيارة إذن لابد أن نتعلم أن نتفائل قدوتنا ومعرفتنا والأمر الذي بحثنا عنه الذي يسمى كما نتحدث كثيرا عن هذا الأمر هو ما بعد المعرفة أنا هذا اليوم درست درس الفعل ما هي الفوائد التي استفدوا منها في درس الفعل وما هي الأشياء التي سأنفذها في حياة اليومية أن لا أتطير وأن أتفائل وأقتدي بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم أنا تعلمت أن يستطيع أن أفرق ما بين الفعل المحمود والفعل غير المحمود أنا تعلمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الفعل ويقول أنها هو الكلمة الطيبة فلابد لي ولكم أن نطبق هذا الأمور التي علمناها في حياتنا اليومية أسأل الله العلي العظيم القدير المنان أن يعافيني أنا وإياكم وجميع من نحب من كل مكره وأن يرفع عنا البلاء جميعا إنه سميع قريب مجيب الدعاء هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اشتركوا في القناة